طيب الغابات النفضية اسمها غريب شوية صح؟ طيب ليس منها الغابات النفضية وده موضع سؤال على فكرة ممكن يقولي بنتفسر تعرف الغابات النفضية بهذا الاسم ليه؟ لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء نتيجة شدة البرودة يعني نتيجة البرودة الشدية ديت بتسقط جميع الأوراق من هذه الأشجار فتظهر أمامنا كساق خشبي كده من الشجر ليس عليه أوراق خد بالك دي كده عكس غابات الإقليم الصيني وعكس غابات إقليم البحر المتوسط اللي احنا قلنا غابات الإقليم الصيني وغابات إقليم البحر المتوسط اللي اتنين بيتميزوا بأنهم أشجار دائمة الخضرة بعكس الغابات النفضية طيب تعالوا نشوف بعد كده يا شباب فيديو مع بعض هيتكلمنا عن بعض الأقليم المعتدلة الباردة الإقليم المعتدل البارد فيمتد بين دائرتين عرض 45 درجة إلى 60 درجة شمال وجنوب دائرة الاستواء شرق القارات ويتميز بصيف معتدل وشتاء بارد مع سقوط الأمطار طوال العام يمتد إقليم غرب أوروبا بين دائرتين عرض 45 درجة إلى 60 درجة شمال وجنوب دائرة الاستواء غرب القارات ويتميز هذا الإقليم بصيف دافئ وشتاء معتدل بارد وتسقط فيه الأمطار طوال العام لهبوب الرياح العكسية الغربية وزي ما شفنا شباب في الفيديو بتاعنا اتعرفنا أكتر عن تفاصيل الأقليم المناخية المعتدلة الباردة وهو الإقليم المعتدد البارد شرق القارات الإقليم اللورنسي وإقليم غرب أوروبا تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن